تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أو الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة روليكس لسخير الكبرى لبطولة سباقات الفورميلوان 2020 وذلك على المضمار الخارجي لأول مرة بحلبة البحرين الدولية وأكد سموه أن هذا النجاح الكبير هو امتداد للإنجازات الحضارية الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كما كان لجهود ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بالغ الأثر في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير وظهوره بهذا المظهر المشرف الذي يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر